اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست والتي سنستعرض فيها أبرز ما تدوى له مستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية أحداث قيصر سوريون في عدد من مدن وسط وجنوب تركيا عاشوا ليلة من الخوف والذعر بسبب التهجم على ممتلكاتهم والحكومة التركية تتحرك بفاعلية لاحتواء الأمر وتشن حملة اعتقالات للمحرضين على العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعية الهدوء عاد إلى بعض المدن التركية منذ صباح اليوم بعد الأحداث التي شاهدتها بعض المناطق والأحياء مساء أمس من اعتداءات على ممتلكات السوريين والمطالبة بترحيلهم من محاولات رجال الشرطة تفريق المتظاهرين وحماية اللاجئين السوريين حيث عاش السوريون ليلة ثانية قاسية مرت عليهم مع عدد في الولايات التركية مثل قيصري وكلس والرحانية وقونيا وغازي عنتاب وفي اسطنبول وبورصة أيضا حالات شغب وتكسير لممتلكات سوريين أيضا كان المستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أثر كبير على ذلك حيث أصبحت هذه الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تصب الزيت على النار كما كل مرة أو حدث يحدث في تركيا ويستمر التفاعل رسميا وشعبيا على أحداث التوتر الأخيرة التي بدأت في ولاية قيصر وامتدت إلى مدن أخرى وإلى مناطق في شمال غربي سوريا وسم سوريالي لير وزوكاك لير الأعلى تداولا على منصة إكس وتضمن نشر آلاف المواد المصورة والصور والتغريدات على الأحداث الأخيرة في الجنوب التركي والشمال السوري منها ما هو تحريضي ومنها ما يحدث على أرض الواقع وآخر ينشر بنفس عنصري واستغلال للأمر لأحداث فتنتين بين السوريين والأتراك والعديد من هذه الحسابات الوهمية التي تستغل هذه الحادثة أيضا هناك وسم آخر فتنة هير تم تداول على وسائل التواصل الاجتماعي بين سوريين وأتراك وهذا الوسم رقى تفاعلا كبيرا منذ ليلة أمس والذي يدعو فيه المغردون إلى التهدئة وعدم الإنجرار خلف الفتنة في الجنوب التركي والشمال السوري ويحذرون عبر هذا الوسم من الحسابات الوهمية على منصة وفيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي والحسابات التي تحرض على العنصرية المسؤولون والسياسيون الأتراك يتفاعلون على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا مع الأحداث الأخيرة التي دفعت رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون للتصريح عبر منصة X قائلا أن السلطات تتابع عن كثب احتمال التحريض المتزايد مؤخرا والتي يزداد منها خلق أجواء التوتر بالمجتمع عبر استغلال للاجئين السوريين وأضاف أن محاولات بعض الأطراف المعادية لتركيا زعزعت الاستقرار في بلادنا من خلال أنشطة استفزازية لن تحقق أي هدف وأحذر ألتون من المزاعم الكاذبة والأخبار والانشورات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تنشر بشكل كبير مبينا أن دائرة الاتصال وغيرها من المؤسسات الرسمية المعنية بالأمر تواصل عملها من دون انقطاع للتصدي لمثل هذه المحاولات داعيا إلى تجاهل مثل هذه المحتويات والأخبار المضللة والتي لا أصطلها من الصحة والاعتماد على بيانات وتصريحات المصادر الرسمية وحدها في الحصول أو وحدة في الحصول على المعلومات هذا هو حساب ألتون الذي نشره على تويتر وهذه هي التغريدة كما تابعنا وزير الداخلية التركية علي يرليكاية غرد أيضا على حسابه على منصة X حول ما ينشر على أحداث قيصري والجنوب التركي والشمال السوري أيضا قائلا في أعقاب الأحداث التي وقعت في قيصري جرت أعمال استفزازية ضد السوريين الليلة الماضية في بعض المدن التركية وأنه تم اعتقال 474 شخص متهم بأعمال استفزازية باستخدام طرق غير قانونية وتبين أنه من بين المعتقلين 285 متهمين بجرائم مختلفة مثل التهريب المهاجرين وتجارة المخدرات والسلقة وغير من الأعمال ودعاء المواطنين إلى التصرف باعتدال وعدم الإنسياق في الحملات العنصرية وشدد على أن أولئك الذين يدبرون مثل هذه المؤامرات ضد الدولة التركية والأمة التركية سينالون الجزاء الذي يستحقونهم وقال كايا أيضا أمس عبر حسابه على تويتر تمت مشاركة 343 ألف مشاركة من نحو 79 ألف حساب على منصة التواصل الاجتماعي X 87% من الحسابات هذه وهمية وأضاف أنه تبين 68% من المنشورات كانت استفزازية وسلبية وأضاف كايا أنه تم فتح تحقيق في 73 أو 63 حسابا وأحيل عشر منهم إلى النيابة وما تزال عمليات مستمرة وأكد كايا أيضا أنهم لن يتسامحوا مع أولئك الذين يهددون السلام والأمن في تركيا أو ينشرون منشورات استفزازية أو ينخلطون في خطاب الكراهية وفي وقت سابق الأثنين أعلن وزير الداخلية عن توقيف 67 شخصا يشتبه باعتدائهم على أملاك للسوريين في ولاية قيصر أيضا وزير الخارجية التركية أو الوزارة وعلى حساب الوزارة الرسمية على منصة X أكدت في منشور لها أن جهود أنقرة وموقف المبدأي من أجل ضمان سلامة الشعب السوري فوق أي استفزاز وأضافت أنه ليس من الصواب استغلال الحوادث المؤسفة التي وقعت في ولاية قيصر والتي أطلقت تركيا على أثرها إجراءات بحق المتسببين كأدالي الاستفزاز خارج الحدود التركية أيضا التغريدات وصلت إلى حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض ولكن هذه التغريدة للحزب الذي أصدر بيانا عبر فيه عن انتقاده الشديد للسياسات التي انتهجتها الحكومة في قضايا الشرق الأوسط وخصوصا ملفي سوريا واللاجئين وأشار الحزب في بيانه إلى أن حزب العدالة والتنمية هو المسؤول الرئيسي عن هذا الوضع السيء مضيفا أن الحكومة فشلت في حل أزمة اللاجئين السوريين التي تسببت بها مما جعل تركيا رهينة لهذه الأزمة بحسب تعبيره بكل تأكيد كما ذكر البيان أن الحكومة تجاهلت المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية الناتجة عن تدفق اللاجئين مشددا على ضرورة وضع خريطة طريق جديدة تضمن حلولا واقعية إضافة إلى أهمية استمرار عملية التطبيع مع النظام هذا هو المنشور لوزارة الخارجية في تركيا طبعا كما تبعنا المسؤولين في تركيا منذ ليلة أمس وأول أمس يغردون عبر حساباتهم على تويتر في محاولة لامتصاص ما يجري في الجنوب التركي وفي وسط تركيا في ولاية قيصر وأيضا في الأمس امتدت الاحتجاجات إلى عنتاب وكلس والريحانية وأيضا أضنى كان هناك بعض الاحتجاجات وسط بول الوضع كان ليلة أمس وضع جدا صعب وقلق وأثار الذعور لدى اللاجئين السوريين ولكن اليوم الأوضاع هادئة في تلك المدن والأحياء والمناطق التي جرى فيها الاحتجاج وكالة أنباء تركيا قالت أن الأجهزة الأمنية التركية بدأت حملة اعتقالات ضد أصحاب حسابات الكترونية على خلفية التطورات المتلاحقة المرتبطة بأحداث قيصرية ضد اللاجئين السوريين وأضافت الوقالة نقلا عن مصدر أمني أن حملة الاتقالات تطول أصحاب حسابات تعمل على التحريض بين الناس ونشر الإشاعات والفتنة وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لهجوم عدد من المواطنين للأتراك على محال ومتاجر تابعة للاجئين السوريين في ولاية هاتاي وأشعل النيران في بعض منها لنتابع هذه المقططفات ترجمة نانسي قنقر إذن هذه بعض مقاطع الفيديو والمقاطع المصورة التي انتشرت بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر على وجه الخصوص لما حدث ليلة أمس في عدد من المدن التركية من التهجم على ممتلكات السوريين من محال وسيرات وأيضا بحسب مراسل تلفزيون سوريا وبحسب ما وصل لتلفزيون سوريا فإن هناك عدد من الأتراك عملوا على حماية السوريين الموجودين في تلك المناطق منعا لتعرضهم لأي أذى كما شاهدت مناطق في ولاية غازي عن تاب التركية اعتداءات على ممتلكات اللاجئين السوريين مما استدعاء السلطات التركية للتحرك وقالت مصادر محلية أن المحتاجين هاجموا محالة لسوريين في منطقة نزب كما تمت مهاجمة سيارات وممتلكات أخرى في مناطق عدة من جانبها قالت مديرية شرطة الولاية إنها تعمل على أعلى المستويات في المناطق والشوارع التي يقتل فيها السوريون بكثافة لمنع يقوع أي حوادث أو مشكلة وفي إحدى الولايات التركية مواطنون أتراك يضعون علم تركيا على واجهات عدد من محال السوريين لمنع العنصريين من الاعتداء عليها لنتابع هذا المقطع لا تحديث لا تحديث الهجم الضوء المترجم التركيب اتخل من خلال ربسكة لديك ازارات التركية جتب لديك اصلاح لديك او cheating اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من نيزب ليل امس لما حدث من اعمال شغب وتحريض على اللاجئين السوريين وحاولت الشرطة التركية احتواء الامر وحاولت الشرطة التركية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا هذه بعض الحملات التي كانت في مدن الجنوب التركي ووسط تركيا قيصري ليل امس من اعتداءات على امتلكات السوريين وحاولت قوات الشرطة التركية وقوات الامن منع وصول الاشخاص او بعض العنصرين الى محال السوريين او منازل السوريين مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بالتأكيد تفاعلوا مع الحدث الذي حدث يوم امس وايضا اول امس في ولاية قيصري قالت الصحفية سعاد خبية على منصة فيسبوك طالما بقي السوريين دون مرجعية تمثيلية حقيقية تتابع شؤون وتتحدث باسم سيبقون مهددون في تركيا وغيرها في كل وقت بالتنكيل بهم وابتزازهم وترحلهم وتسليمهم الى جزار سوريا او استخدامهم لاغراض سياسية ايضا قال الصحفي التركية يشار يفوز على منصة اكس انه يجب ان نسكب الماء وليس البنزين في هذه النار التي تخرجها اجهزة المخابرات باي المراهقين او عبر المراهقين وايضا رئيس اتحاد طالبة سوريا محمد السكري قال عبر حسابه التوترات بوتيرتها الاولى ستمتد اكثر من ذلك فهي وصلت لذروتها لكن اتخوف من تداعياتها السياسية على ملف اللجوء والتطبيع مع النظام واضافة السكرية بعيدا عن صوابط التطبيع مع المسار بحد ذاته شديد التعقيد لان منطلقاته امنية وليست سياسية كما يريد الاسد وتسعى روسيا الى ذلك والحديث عن هذا الامر وما تدول المستخدمين وسأل التواصل الاجتماعي عبر المنصات اكس وفيسبوك وانستجرام وتيك توك ايضا عبر حادثة الاعتداء على السوريين في الجنوب التركي ووسط تركيا معي بسام شحادات خبير واستشاري في الاعلام الرقمي من اسطنبول أستاذ بسام مرحبا بك بداية يعني تابعنا ماذا يحدث منذ ايام على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب تصريحات وزير الداخلية وايضا المتحدث باسم دائرة الاتصالات هناك العديد من الحسابات الوهمية وحسابات تحرض على اللاجئين السوريين حياكم الله جميعا طبعا اكيد اليوم ان يعني الاجراءات او الحوادث المؤسفة التي حصلت على الارض هي نتيجة سلسلة من التحريض والخطاب الكراهية الذي انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وتراكم لسنوات ولشهور كثيرة اليوم التحرك في الشارع لا يأتي بشكل عشوائي لا يأتي بدون ان يكون هناك عملية شيطنة للاجئين السوريين عملية تحريض ضدهم عملية اساءة لهم كمية كبيرة من الافتراءات والاخبار الكاذبة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغة التركية حول السوريين حول وجودهم في تركيا حول المبالغ التي انفقت عليهم حول التهم الكثير الجرائم التي اوثقت بهم هذا كله كم كبير من الافتراءات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك شبكة تغذي هذه الأخبار وتنشرها بشكل دائم ووصلت إلى حد أن الانطباع عن السوريين لدى جزء من المجتمع التركي خصوصا فئة الشباب أصبح انطباع سيء وأراد كل هذا يجعل هناك رماد ينتظر الفتيل الإشعال وحصلت حوادث أو الحادث الأخيرة التي جعلت هذا الحطب يشتعل وينفجر بالشكل الذي نحن وصلنا إليه اليوم للأسف الإجراء الذي كان من المفترض أن يقوم به الدور الذي كان مفترض أن تقوم به الحكومة أو الدولة هو منع خطاب الكراهية بهذا الشكل إذا أنت كنت تابع الإعلام التركي تجد أنه في الإعلام التركي دائما يعني في الوسائل الإعلام التقليدية يحاولون دائما تجنب ذكر جنسية أو خلفية مرتكبة جريمة أو مرتكبة الفعل يقال دائما أن هناك مواطن ارتكب جريمة في مكان ما أو هناك مواطن أجنبي يرتكب جريمة في مكان ما دون الإشارة إلى جنسيته دون إشارة إلى عرقه دون الإشارة إلى دينه دون الإشارة إلى المدينة التي هو موجود فيها هذا القانون الذي ينظم الإعلام التقليدي في تركيا للأسف هو غير موجود على مواقع التواصل اجتماعي وغير موجود على مواقع الانترنت وبالتالي نجد أن هناك قضية ما يقال أنه سوري فعل كذا وخصوصا عندما يكون هناك اتهام أو شك القضية لم تثبت القضية لم يتم الحكم فيها ثم نجد أن هذا الشخص بريء التهم له افتراء ولكن الخبر انتشر في مواقع التواصل اجتماعي عشرات التغريدات آلاف الريتويتس ملايين المشاهدات للخبر ولا يوجد حسيب أو رقيب يمنع هذا الأمر الحكومة التركية في السنة الأخيرة أو في السنة الأخيرة توعدت بقانون لضبط خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي القانون أخذ وقت طويل في المجادلة وفي المناقشة حوله في البرلمان أقر تم البدء بتطبيقه لكن تطبيقاته إلى الآن ليست فاعلة ليست على المستوى المطلوب خطاب الكراهية ما زال ينتشر الافتراءات حول السوريين وغيرهم اليوم هناك وسم على تويتر ينتشر ويدعو الأتراك إلى النزول إلى الشارع وهذه بعض الحسابات منها هي حسابات لعنصريين وحسابات أيضا فيك ليس لها أشخاص كيف سيتم التحقق مازالك كيف سيتم مكافحة هؤلاء طبعا الحسابات الوهمية هي أمر آخر هناك جهات مؤسسات كيانات تسعى لإثارة الخلاف هذا إثارة هذه الفتنة التأثير على الرأي العام في هذه القضية لغايات سياسية وانتخابية وبالتالي هم ممكن أن يشعلون الرأي العام بحسابات وهمية تنشر كم كبير من الأخبار أو كم كبير من إعادة التغريد والتغريدات حول قضية ما بحيث أنهم يؤثرون على هذا الجمهور الحكومة أو الجهة النظمة للاتصالات والنشر لديها وصول شركة تويتر بالذات افتتحت مكتب رسمي في تركيا لديها ممثلي موجودين في تركيا الحكومة التركية لديها أكسس ووصول إلى البيانات تستطيع أن تطلب من الجهات أو من النصات مثل تويتر أن تحجب حسابات أو أن تطلب بيانات عن المستخدمين من هو صاحب هذا الحساب ويتم اعتقاله ويتم التحقيق معه لكن للأسف المشكلة أن ردة الفعل من الحكومة تجاه هذه القضايا تأتي دائما بعد مصول المشكلة يعني هم لا يتفاعلون مع القضية عند وجود خطاب كراهية هم يتفاعلون مع القضية عندما ينفجر الوضع في الشارع عندما يتم الاعتداء على السياح هذه المشكلة التفاعل مع القضية يجب أن يكون منذ بدئها ليس عندما تنتشر النار نحن نأتي نطفقها نحن نمنع اشتعال الحريق مسبقا لكن هذا لا ينفي أيضا بشكل أو بآخر أن هناك جهات داخلية سياسية أو خارجية لديها غايات غير نظيفة أو غير نبيلة في قضية إشعال هذه الفتنة إما لأسباب ضغط على الحكومة من ناحية سياسية داخلية أو حتى الإساءة للتركيا من ناحية الاقتصادية أو ضرب موسم السياحة لكن أنا أعتقد أن هذا الشيء يحقق نتيجة الجهات التي تعمل على إثارة الفتنة تحقق نتيجة نتيجة تعجز الحكومة عن اتخاذ قرارات أو اتخاذ إجراءات تمنع خطاب الكراهية الحكومة قادرة على منع خطاب الكراهية في وسائل الإعلام التقليدية لكن غير قادرة على السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تتخذ إجراءات بطيئة جدا تجاه هذا الأمر إما لبطء في الإجراءات أو لأنها لا تريد أن تغضب الشارع لغايات انتخابية أو لغايات سياسية معك بكلمة واحدة هل تتوقع أن يستمر هذا التصعيد على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر وأطلاق وسم للتحريض على السوريين أم لا خلال الأيام الماضية بكلمة واحدة نعم أم لا لا أعتقد أن الحكومة يجب أن تحرك وعليها أن تحرك مسرح شكرا لك الخبير والاستشاري في الإعلام الرقمية بسلام شحادات كنت معنا من إسطنبول إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من ريبوست كنوا دوما بألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة